السلام عليكم من الناس الذين يريدون التلفونات للأوبو هذه الشركة جاءت لنوح التلفون الذين يقدم قيمة مقابل سعر التلفون الذين سوف يقومون بكثير من التلفونات في الفئة المتوسطة هذا الثاني فهذا هو الأوبو الـ 38 في هذا الفيديو سنتعرف لكم مراجعة الشاملة للثلاثة فهذا سنتعرف على أهم المميزات التي يجب على التلفون و سنعطيكم حتى الثامن في الأسواق المغربية إذا كنتي أول مرة تشاهدنا ما تنساش أنك تضغط على الزر الإعجاب وتفعل الجرس باش تلقى توصل بكل ما هو جديد و سنمشي و نبدأه على بركة الله و نفتحه العلبة إلى الثلاثة فهذا و نشوفه ما هو الأكسس ورط الذي يجيو معه و نبدأ المراجعة ديالنا إذن بسم الله على بركة الله سنفتحه العلبة دياله هاتف حبول 38 و سنشوفه ما هو الأكسس ورط الذي يجيو معه إلى الثلاثة فهذا مجرد ما كنت نفتحه البواطئ أول حاجة كان القوى هو هذه العلبة هذي قد نرجع و نشوفه المحتوى الثلاثة بعد كنا عدنا الهاتف الذي يجيو بهذا الشكل هذا و في الأسفل ديال العلبة كنا نوجده الشاحينة تيلف و نادر يجيو معه شارجور القوة ديال 33 واط هذا الشارجور يجيو بتقني ديال سوبر فوك اللي معروفة بها الشركة ديال أوبو و كنا الكابل طبعا الحال من نوع تيب سي هذا الشيء الذي كان في العلبة و لا يجيو معه هاتف هذا نسبة للعلبة هذه البواطرة كالقفة البوشيت القفة أول حاجة هو هذا الإبرة لكنا نجيبه لكارد سيم كان لدينا الوراق الذي يجيو مع الهاتف و هنا بوشيتة كالجينبه الشكل هذا من نوع سيليكون بوشيتة ممتازة هذا الشيء الذي كان في العلبة الإخوان إذا هذا هو الهاتف الإخوان يجيو مع تصميم هذا نفس تصميم الهاتف الخران التي خارجها في هذه السلسلة الأخرى من شركة أوبو مثلا الاتم او سبعين وحتى الاتم او خمسين نفس الديزاين بالنسبة للخامات التي فضل الإخوان فهي من البلاستيك سواء الضر وحتى الإطار يجيو من البلاستيك إذا جئنا لأسفل الهاتف كان يوجد منفذ الشحن من نوع منفذ السماعات وميكروفون 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 إذا جئنا للجنب هذا الهاتف كان يوجد البطنة تشغيل زر تشغيل زائد أزرار رفع وخفض الصوت في الجنب بالنسبة للإخوان كان يوجد منفذ شريح الاتصال زائد الكارت ميموار التلفون هذا يمكننا أن نخدم فيه جوجة الكارت سيم زائد كارت ميموار وضقة واحدة هذه الهاتفة يوجد شاشة 6.5 بوس من نوع EPS LCD بدقة HD Plus هذه الشاشة تدعم تحديد 90 هرتز بالأرقام فهي شاشة متوسطة ولكن في الأداء الإخوان هذه الشاشة تقدمها جد ممتاز السطوع جيد من الإضاءة العالية وحتى تثمن أشعة الشمس وحتى التباين والألوان فهو ممتازين بالنسبة للناس الذين يريدون أن يتفرجوا في الفيديوهات فهو ممتازين وحتى بالنسبة للناس الذين يقصروا الألعاب فهو يقدم تحديد 90 هرتز هذا الشيء سوف أعطيك واحدة ثلاثة في التنقل بين التطبيقات بالنسبة للناس الذين يريدون يعرفوا الجودة هذه الشاشة يمكن لكم تضبطوا إعدادات في يوتيوب في الفيديو الذي تتفرجوا فيه على الدقة العالية لكي تبقى لكم الجودة الصورة للتيلفون هذا هذا الآتف هذا يأتي بجوجة الكاميرات الرئيسية يأتي بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1.8 والكاميرا الثانية للعزل والبرتري يأتي بدقة جوج بفتحة عدسة جوج ويأتي معه فلاش من نوع LED هذه الكاميرات تجدنا بمجموعة من الخصائص كخاصية تركيز التلقائي وكتدعم كذلك أوضع HDR وكتدعم كذلك خاصية تعرف على المشهد بالدكاء الاصطناعي سنجعلكم مع بعض الصور التي تلتقنا بدل هاتف هذا لصراحة الكاميرات تقدموا ممتاز خاصة كما قلنا بأن الهاتف ينتمي للفئة الاقتصادية هذه بعض الصور المنطقة تبهاتف أوبو 38 فكيفما ترون تصور جيدة بالنسبة الكاميرا الأمامية فهي تجدنا بالدقة الخمسة ميجا بيكسل وبالنسبة الفيديو فهذا تدعم تصوير الفيديو بجودة الفول بالدقة 1080 بيكسل كيفما ترون هنا بالنسبة الكاميرا الأمامية كيفما ذكرنا تجد دقة 5 ميجا بيكسل وهي تأتي بمجموعة من الخصائص تتعرف على المشهد الذكاء الاصطناعي وتدعم خاصية إشارة الكف وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بجودة 1080 بيكسل هذا الاتف هذا يأتي نبدا لتخزين 128 جيجا 4 جيجا فرام تقدر تزيد ربعة أخرى هي 8 بالنسبة المعالج الذي كان في الاتف هذا هو من نوع هيل يوجي 85 هذا المعالج الذي تقدر تعتمد إليه في استعمال وحتى في بعض الألعاب مثلا مثلا PUBG أو Free Fire فكذلك يمكن أن تلعبهم على هذا الاتف هذا ولا يجب أن تلقى فيه أي شيء مشكل وخاصة كما ذكرنا الهواتف أوبو تميز واحد السلاسة لا يوجد تعقيدات في الواجهة يعني السوفتوير ممزيان ولا يجب أن تلقى فيه أدنى مشكل وحتى الشاشة تدعم تحديد 90 هيرتز ولا يجب أن تلقى معه مشاكل في الألعاب وبالنسبة للبابتير ستعمل على الإعدادات هذه التي ترى أمامكم الآن في الصورة بالنسبة للبصمة كيفما ذكرنا في الأول ديال الفيديو كتجينا في الزر ديال التشغيل وكتستجب واحد سرعة كبيرة خفيفة بزاف البصمة ديالة دلاتي فهذا كيفما كتشوفه معانا هنا كتستجب واحد سرعة كبيرة ما ديش تلقى معها حتى شيء مشكل كيفما كتشوفه الإخوان هي كتستجب واحد سرعة عالية جدا بالنسبة للإخوان الحدود أولى في هذه الساعة لكي تصور هذا الفيديو فهذا التليفون يخرج ب8690 درام من الشركة 1690 درام سيتلقاه في الأسواق المغربية ب8750 درام هنا عند إلكترو أيوب سيبقى للناس الذين يأتي من هذا الفيديو فقط ب1700 درام هاتف الإخوان ما نحتاجه أشكره للناس الذين يخدموا بالتليفون الأوبرا معرفين كيف يعملون في الخدمة هاتف ممتاز لمنحة الشاشة لمنحة المعالج الشارج كذلك يدعم الشحن السريع 33 واط بطارية 5000 ميلي أمبير إذن هاتف استعمال العادي وحتى الألعاب كذلك يمكن أن تلعبوا من هذا الهاتف هذا لا يجب أن تلقى فيه أي شيء مشكل يريد التليفون الإخوان سوف نتواصل معنا في الوصف الأرقام سوف نقوم بكم في الوصف كانت هذه المراجعة لهاتف الأوبرا 38 أتمنى أننا نكون عند حسن تنظيركم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله